أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين يمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفخشاء والمنتب ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتنقون الحضل منكم والسعادعين يختوب للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عزيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنفوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغدوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسنعون وقل للمؤمنات يغددن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليتربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أبنائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين إن غير أولي الإربة من الرجال أو القفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يقربن بأرجوهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من خذله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من خذله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مما لله الذي آتاكم ولا تقرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يقرهن فإن الله من بعد إقرائه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعزة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا خربية يكاف زيتها يضيب ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويذب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أما ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوب والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإذا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عبدوا ويزيدهم من خدله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الغمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فرفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من خوقه موج من خوقه سحابه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له مورا فما له من مور ألم ترى أن الله يصفح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يقالون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المسير ألم تر أن الله يحجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل موركاما فتر الوذق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويسلفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لكل الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم عهدون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الغنين أفي قلوبهم مرض أم إرهابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك أم الغادمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر